هل إحنا هنذهب إلى حكومة محاصصات ولا هنذهب إلى حكومة المحايدين زي ما كان بيكلم دكتور رحمد ماري حكومة من أصحاب الخبرات تكنقرات لا توجد لهم أي ميول سياسية وإن كنت أشك أن في حد في فلسطين ما ليش ميول سياسي لكن هل سوف نذهب إلى هذا الحل وهل هذا الحل سوف يقبل من كل الأطراف أولا السؤال السؤال الجميل حضرتك التي تسأل وتفتتع فيه هذه المائدة الحوارية المهمة في ظل هذه الزيارة أيضا المهمة ولكن أنا أسأل سؤال من تاوية أخرى لماذا نحن نشكل حكومة بالأساس أو لماذا نذهب لتشكيل هذه الحكومة ولماذا مصر بالتأكيد تصر على أن يكون هناك في حكومة في فلسطين بعد هذا المسلسل الطويل من الانقسام والذي تكلل أخيرا بهذه الحرب البشعة التي تمزق الشعب الفلسطيني يوم وبعد يوم الحكومة هي مطلب بالتأكيد وطني مطلب شعبي ينقذ الحالة الفلسطينية مما هي فيه الآن ويستطيع أن يكون قادر على حمل لواء المرحلة المقبلة بعد كل هذا المسلسل الطويل الذي تحدثنا عنه ولذلك الحكومة لها أهمية كبيرة لكن حتى تنجح هذه الحكومة الحكومة يجب أن تكون حكومة توفقية قائمة على مفاهيم أساسية طالما تحدثنا حولها وأهم هذه المفاهيم أن أي حكومة كما وصفت تماما أنه لا يوجد في الشعب الفلسطيني محايد أو مستقل وحتى وافترضنا أن هناك شخصيات تكنقراطية ومهنية جميل ولكن الأساس أن تشكل هذه الحكومة من الإطار الوطني الفلسطيني الذي يجب أن يتوافق عليه كل الفلسطينيين وفي أساس هذا التوافق وعلى رأس هذا التوافق هو منظمة التحرير الفلسطينية لماذا؟ لأننا يجب أن نحافظ على هذا الإطار لأن هناك أيضا مؤامرة كبيرة لفت نسيج الشعب الفلسطيني وتفتيت شرعياته وإذابته هذا لا يعني أن المنظمة لا تؤمن بكل المكونات الفلسطينية نحن نؤمن بحكومة وطنية شرعية فلسطينية يتم التوافق عليها من كل المكونات الفلسطينية تحتلو منظمة التحرير الفلسطينية التي أنتجت الكيانية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية وأعتقد هذا هو مفار الخلاف الطويل خلال كل الحوارات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة وفي غير القاهرة حول إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كلنا نؤمن فيها ونؤمن بدور مصر الكبير والتاريخي في تثبيت هذه الكيانية وتثبيت الشرعية الوطنية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار رؤية مصر الكبيرة والجامعة والحاضنة لكل هذه المكونات التي تسعى جاهدة لكي تلم شتات الفلسطينيين سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من عمر القضية الفلسطينية التي يراد لها التصفية والإذابة والطمس وضرب الهوية والرواية والوجود الفلسطيني إذن حتى تنجح هذه الحكومة لابد أن نعود إلى المائدة التي كنا نتحدث عنها وهي مائدة الإطار الوطني الفلسطيني الجامعة لأن الشعب الفلسطيني ليس شعبا جاء من الهند هو شعب موجودة لهذه الأرض وهذه الفصائل هي كلها دون استثناء مكونات من الشعب الفلسطيني الذي يجب أن تبقى ويجب أن تكون هي قوام تشكيل هذه الحكومة حتى نستطيع أن نتلقى هذه المرحلة